السادة المعظمون السادة الأجملا الآن ما هي الضرورات لعادة قضية اشتثاث البعث هل هو انفعال شخصي؟ هل هي أمزجة؟ أم فعلا هناك السادة يستشعرون أنه خطرا قادما من البعث ياهو الأقرب للتوصيف سيد ميزار والله اثنينات قريبات ياهو ياهو الاثنين منين الأولى أكو يعني بعد اللقاء اللي طلعت برغد وجهت أنه البعث موجود وبعده النشط بما فحوا اللقاء مالها استشعرت القوة السياسية بصورة عامة أنه هذا الخطر إضافة لذلك أكو موضحها لحضرتك الكتاب اللي صدر بتوقيع سيد النائب الأول وليس بتوقيع سيد رئيس مجلس النواب آه ماذا يعني هذا؟ الكتاب اللي صدر ماذا يعني هذا؟ سيد ميزار؟ هذا يعني نعم 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 السيد نجم الكتاب بتوقيع السيد النائب الأول بيموجب القانون ينفذ أم لا ينفذ؟ نعم هي نص حدث التباس أستاذ نجم أنا قبل ثلاثة أيام التقيت بالسيد النائب الأول السيد النائب الأول ووضحت له بعض الأمور إنه إما إما الهيئة تتغير اسمها إلى اشتثاث البعث لأنه نتكون عندك اليوم هيئة هيئة المسائلة والعدالة هيئة مستقلة أي أي نعم أما تتغير المادة اللي هي المادة بالدستورو هذه صعبة جدا تغييرها أما تشكيل لجنة أما تشكيل لجنة إضافية باسم لجنة اشتثاث البعث أما لجنة المصالحة والعشائر ما ممكن تغييرها لأن كونها موجودة بالنظام الداخل للمجلس النواب إضافة إلى وجود هيئة المسائلة والعدالة وقانون المسائلة والعدالة ما موجود هيئة الاشتثاث البعث أو قانون اشتثاث البعث قانون مسائلة وعدالة وهيئة مسائلة وعدالة يعني تعتقد لمجرد تصريح لرغد يكون هناك مخالفة إلى القانون ومخالفة للدستور كما تذكر أنت معقول هذا الذي يجري ومعقول أنه هيئة الرئاسة في مجلس النواب لا تعرف أنه هذا غير متوافق مع النظام الداخلي وغير متوافق مع الدستور سيد ميرزي هي متوافق مع النظام الدستور لأنه كون الدستور المادنة 135 أولا وسادسا تشير إلى تشكيل لجنة باسم اشتثاث البعث لمراقبة قرارات هيئة اشتثاث البعث زين أكو هيئة اشتثاث البعث يعني المادة أولا من المادة أستاذ نجم أستاذ نجم أستاذ نجم نعم بس أكو توضيح لحضرتك وللأخوة المشاهدين المادة 135 من الدستور العراقي أولا تقول تشكيل هيئة اشتثاث بعث هيئة اشتثاث بعث هيئة مستقلة سادسا مادة ستة من العفو سادسا من المادة 135 تشير إلى مجلس النواب تشكيل لجنة باسم لجنة اشتثاث البعث لمراقبة تنفيذ القرارات وعمل اللجنة خلال العفو الهيئة زين زين